اخبار اليوم اعادة امتحان التربية الدنيا قادر على اتخاذ قرار باعادة امتحان اي مادة اذا ما ثبت تسليب امتحان هذه المادة في مواقع نشرت امتحان اللغة الفرنسية والاقتصاد قبل الامتحان تقريبا بساعة او بساعتين ده غرفة العامات المركزية بتحقق في دلوقتي وما اقدرش اقول لك اذا كان الكلام ده صح ولا غلط لان مع كل مادة بيتسئل السؤال ده الامتحان تم تسليبه وبعض المواقع نشرت تسليب وبعض الصفحات نشرت تسليب وبنكتشف في النهاية ان ده مش تسليب وبنكتشف ان ده امتحانات السودان وبنكتشف ان ده امتحان اه مش مطابق لامتحان الوزارة وبنكتشف انه اه حد اه طالب في محاولة غش اه صور اه اه سؤالين من ورقة الاسئلة وبعضتهم بره وما الحيش ياخد الاجابة كل ده احنا اعتدنا ان احنا بنونا لتسليب لكن التسليب هو اللي بيسبق اه بدء الامتحان يعني اعز اكلم الامتحان يبدأ الساعة تسعة بنلاقي الحاجات دي موجودة على موقع التواصل الاجتماعي من تمانية ونصة او تمانية او حتى تسعة لربع طيب ازا ثبت انه الاقتصاد موجود قبل بداية اللجنة تأكد ان الامتحان حيتلغي وحيوعاد وحيحدد معاد باعاته لكن انا مقدرش اقول لك كده لانه جار التحقق من هذه المعلومات في الوقت الحالي احنا اي حد بيكتب اي حاجة واي حد لا حنعرف النهاردة حنعرف النهاردة اي حد بيكتب اي حاجة حتى لو غلط لازم يتحقق فيها ولازم تعرض على لجنة ويتحقق فيها علشان نضمن النزاعة طيب هل لو فعلا تم تسلي الانتحان الوزارة تيجي اه الوزارة تيجي انا قبل كده قلت ان الوزارة لديها من الشجاعة ان هي تقول ان هتعيد امتحانات السنة العامة كلها من جديد المشكلة التسليب موجود في كل دول العالم تسليب موجود في مغرب وموجود في الجزائر وموجود في اه تونس وموجود وهناك قرارات بقعادة امتحانات السنة العامة في الجزائر لكن عايز اقول لك انه اه اذا كان هيبقى فيه تسليب او اذا تأكدنا انه فيه تسليب لامتحان اي مادة لن نخجل من الاعلان عن انه هنعيد امتحان المادة دي هو تم القبض بالفعل على الهو المادة عاطف المسؤول عن المطبع السرية. اه مين بقى لو ثبت ان الامتحان بيتصرب هيبقى مين اللي بيتصربه تاني? لأ مش لو ثبت انا بس يعني احنا مش عايزين اه يعني مش عايزين نسبة الاحداث ربما اه حد تاني يغيره ربما هو نفس الشخص ربما اي دايرة من تانية من الدوائر ده. ممكن كان يكون معاه الامتحانات كلها? ده ما استبعد ده لانه كل واحد بيبقى مسؤول عن مادة وهو يعني كان مسؤول عن مادة ورخد الفلاشة وفقا لبيان وزارة الداخلية فلاشة اه 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 تاني يعني اه اه لكن فيما يخص الوزارة بالفعل من انه تم تسريب اي مادة من المواد حيتم عادتها على الفور بس احنا ما نقدرش نجزم بده الا ما التحياءات تخلص لان فيه تحياءات دلوقات شغالة وبتراجع كل ما تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي او على الموقع الاخبارية. شكرا سيد. شكرا سيدنا.